اشتركوا في القناة خلال جائحة فيروس كورونا مشاهدين الكرام قبل أن نناقش محور الحلقة مع ضيفنا الكريم لا بد أن نشير أن أزمة كورونا شكلت تحدي كبير في إظهار حقيقة الجماعات الترابية إذ رغم الإصلاحات إذ رغم الصلاحيات الممنوحة لها دستوريا وقانونيا يرى الكثيرون أنها ظلت عاجزة بل ضعيفة في مواجهة فيروس كورونا وكما يقول المثل الفرنسي في الأزمات الغير متوقعة ينبغي إيجاد حلول غير متوقعة في نظرك سيجمع هل نجحت جماعات ترابية في تدبير أزمة كورونا شكرا الأخ يوسف وبال المنسبة نشكر أنفاس على الاهتمام في الشعر المحلي ومتابعة جميع المستجدات التي تهم المواطن البضاوي بصفة خاصة حقا كوفيد من الحسنة دياله ورغم المثاوئ دياله في هذه المنسبة كانت من الناس اللي ماتوا يكونوا شهداء عند الله إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى ولأنه شهداء لكي موت في الوباء رأى شهيد ومتمن العائلة ديالهم الصبر والسلوان صراحة رغم المثاوئ دياله فهي من الحسنة ديالها أبانت عن المثاوئ في نموذج تنموية بصفة عامة ومن يمكن أن نقول نموذج تنموية لنموذج تنموية المحلي وجزء من نموذج تنموية الماكرو العام من المثاوئ ربما نقول لها من بعد قبل أن ندوي على المثاوئ بغيت نشير بأن الجماعة الترابية رغم الصلاحية اللي قلت اللي عندها في القانون تنظيمي أو من خلال الدستور فهي كانت دائما وذي ربما هي واحد تقافة تقافة وارتتها رؤساء الجماعات والمجاليث دائما كي تنمو سلطة الوصاية بقية ما تخلفوش من ذلك سلطة الوصاية وكن نظن إلى قبل كانت نيت الوصاية من فهم ديالها الحقيقي وكان نوعا ما نقدروا لهم تمثلهم من بعد العذر فدبا يملح لهم دستور 2011 والقاوانين التنظيمي والمناخ العام اللي كان نعرفه ديالها وبالتالي ولكن هم بازال باغين يبقوا مازال لأن من مصلحتهم يبقوا دائما تحت جبة الوصاية لكي تخبئوا لكي يأخذوا الذوان كما قلوا الخيبين ينسحوها إما في الداخلية يما في الوصاية يما في التماسيح العثارية ولكن أونيفو لوكال هذا هو الثورة يعني أدعو واحد بالآلية وعرة جديدة حيث هم أدكية في التماهي أو في التماهي مع القانون وربما إذا عقلتي في برنامج الشؤون كنت حضرت معي كنت دويت على ذاك السياسي الكاثول الذاكي وقلت الكاثول بأن الكاثول ماشي ذاك 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 لي مكيف ولكن الكاثول هو الذي عنده واحد لصاف واقصة واحد الباجاج ولكن كيف تعملها في كيف تخليها لأجالين غير مسممة فهنا عندهم واحد هذا ولكن لان الفكرة واضح لننعو بش لأنه عندنا الوقت ضيق عندنا سؤال واحد واش جماعات ترابية بصفة عامة دبرت الأزمة كوفيد بشكل دكي واستطعت أنها من ناحية الدكشي اللي قام تبيع ما ننكر وش أنه عديد من جماعات ترابية قامت واحد دور في إطال اختصاص المخولة أنت كفاعل سياسي كفاعل واش كبلك الأمر واش أنه نجحات في تدبير هذه الأزمة هذا هو السؤال نجحات كلمة كبيرة نقول ثاهمات بواحد نسبة معينة في تدبير الجائحة نقدر ندوي معك فدل الصنص ولكن الفاعل حقيقي في تدبير الأزمة هو المؤسسة الملكية بشهادة أمناء الأحزاب الوزارة رئيس الوزارة هنا البارح في الدورة مع 75 ديال الأمم المتحدة المدخلة ديال رئيس ديال العثماني قال أمام العالم بأن الجائحة فالتدبير ديالها والنجاح في المرحلة الأولى النجاح ديال تدبير ديالها يرجع إلى المؤسسة الملكية هذا لا أنكر مجهودات التي دروها الشركاء الباقيين ولكن يبقى يعني النصيب الأسد هي المؤسسة الملكية الآن قلت هذه في مارس في مارس قلت بأن لولا المالك وتدخلات ديال المالك في الوقت المناسب واتخال الإجراءات في الوقت المناسب آنذاك لكنا كنا نمش المجهول لأن إذا رأيت التدخلات أو التصور الرئيس ديال الثلاث 8 كنا نمش في الطرح ومقاربة دياله كل الله أعلم في نولينا ومقاربة ومقاربة الفيديو ومقاربة لكنا ومقاربة ومقاربة قلت في مارس ومقاربة لدي فيديو مسجل وهو في تليفون ومقاربة مقاربة نفهم أنه جائحة حالة طوائل الصحية وهذه جائحة كورونا أفرزت نمط تدبيري عمودي تجلى من خلال استئتار وزارة معينة بقرارات مثلا وزارة داخلية وزارة الصحة وزارة المالية وزارة المالية وما تتفق بهذا الطرح بأنه هذا النمط كان عمودي وأنه تدبير المهمة التي أنيطت من الجماعات المحلية أو جماعات ترابية لم تكن غائبة وما صحيح هذا الطرح لا مصحيح أولا قانون تنظيمك يعطي مجموعة الصلاحية للجماعات الترابية ربما على مستوى الجهات لا يوجد لأن الجماعات الترابية لديهم مستويات تدخل تدخل اختصاصات ذاتية تدخل تدخل بين قطاعات أخرى أو بين الدولة وكينا منقولة يعني منقولة الدولة يعني بإعاذ من الجماعة أو بإرادة من الدولة هذو هم هل تلاتة المستوى إذا أخذنا على المستوى الجهة فهي ما عندش تقريبا يعني خصصة داتية في مواجهة الأوبيئة أو هذو كل جهة بالنسبة المجلس العملات وهذا تهيات تقريبا نفس هذا يلا عندهم تأهيل الاجتماعي ومساعدة الاجتماعية والماء وهذا وهذا هل تلاتة كل جماعة لا جماعة المحلية عندها واحد البنوبلي ديال الاختصاصات واللي استعملتها على مستويات مختلفة كان بعض مقاطعة لتفاعلات بقوة من خلال التعقيم ديال المساحة العمومية والأماكن العمومية والنظافة وشيرا داخل أو التعقيم والنظافة ومساهمة في صندوق الجائحة أنا لم أفهم القادة التي قدرت على التعيير المساهمة لأنني لم أفهم ما يصدق أو ما لديه المال ومساهم من المال أنا معموما إنسان مقرد ومساهم 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 هذا لم أفهم بمعنى آخر أما جماعة الترابية جماعة الترابية كلها كنت أعرف هذه فتاة بعض الجامعات لم تفل فتاة لم يكن تخلص تحت النفقات الإجبارية فالمؤفواد المناسبة كان واحد الدورية الداخلية الداخلية التي تقول غير الصمتة ومساهم الصمتة ومساهم الصمتة ومساهم الصمتة التعويضات ومتيازات ومساهم كنت ومساهم أصبح أصبح مجرد كيف نحن أخبر مجرد مدينة لا أعطيك عنوان كبيرة لأن حكم أعطيك خاصة تعرف أنت ممكن لماذا أعطيك معتايا أنا أتكلم لكي أشترك جماعة لديك أكثر من 25 أشترك كما تشترك تأمع في شيكاغو باري جماعة الدربيدة أنا أخي كذا كذلك ويجدون على الدربيدة لا يوجدون على باب مرد عندك سيدي مع شيكاغو مع بارسالون مع هوق كونغ مع باري مع آثيا كوريا شانغاي هذا هو دول الإكستراترس بالنسبة لي أنا مدة سنوات ممكن نقول توقع أما هذا ليس عبارة عن ورقة كنسينية توقع أما بالنسبة لي بالنسبة لي تبادل الزيارات تبادل تبادل التجارب الفضلاء ثيروجي لذلك الأخرين الطرف الآخر يجبون تبادل التقافي استفادة من تجارب الفضلاء كيف هذا الجميل أو توقع مضافة المدينة من المدينة المدينة لذلك يجب بنية تحتية ويقلب على شركة المدينة الفرنسا يدر لها مثلا البوردو يقلب على ريزافر يقلب من خلال هذا الجزء يرى قيمة مضافة نحن النحن نحن والذي ويقل لذي القيمة المضافة التي تقلب لي هونج كونج وشيكاكو نحن مدت عشرين عام ونحن خيطي بيطي ها لندن ها دوبي سيرو جي مكي جيبو تب في معاه اشني القيمة المضافة للداربيضة بالمناسبة والدليل بعد دي الكلام نيك نقول يعني لأتي حمل على احد هو ديره مؤخرا اراد تم حدف بعدين الداربيضة من قائمة سمارت سيتي الدول الدكية المدن الدكية اللي خسر الازباب لدي الفلوس من عام 2016 وهذا ونولي وبحال رون كونج ونولي وبحال ما عارس شنو هاية تارت باش تقول سمارت سيتي رخص يكون عندك واحد البنية تحتية مش تدير لي يا دي باركينغ وتقول لي يا بنية تحتية دي باركينغ أصلا ضد المفهوم دي الديفلوبمون دورابل ودينو تضحل عندنا بالنس غالطة إلا لا بالنس غالطة سياسية فيما كدب معاهم مجيز فقدرنا دي باركينغ سو تيران كتز مليون بلاسة ومي كدوش عاد كدخل لك منجازات ما عارشنو دي باركينغ أصلا ضد المفهوم دي الديفلوبمون دورابل اللي أمم المتحدة كل الأمم المتحدة والبنك مونديال كانت تقانسي ستاعدين مم الكريدي دي اللي اخذت البنك اللي اخذت الدار بيضاء من بيه الكريتير دياله هو يكونوا دي بوان فوكو في الكيمويتة دو بلوتاج دي الانفيرونمون ديال السوسيال ارجع لك لذوك المرائب لكي الذين الملاعظة دي بابا اذكرتي دوريات وزير الداخلية لتوجهات انا جايك انا جايك انا جايك باش هيني باش ارجع معك اذكرنا دورية وزير الداخلية اللي اكدات على تزيار الصنطة حاليا انت اللحظوا هذه ازمة كوفيد يعني بزافة الموارد ديالجماعة الترابية نقصات وحنا اترات على المداخل ديالها وبالتالي اترات على النفقات الاجبارية اللي اخسط ديالها اجور الموظفين على التعويضات عدد من الموظفين الحاليا ان الموظفين سبعة المليار اللي كنت تسمى الموظفين كتعويضات كين رؤساء المصاريخ ماخدوش تعويضات ديالهم كين زافت المشاكل كينها عدزة الاحكام القضائية اللي علان لدك متأداتش كده في العموم ديال المغريب عدت قريبا 1500 جماعة وثلاثة 1500 وثلاثة جماعة مزيد وعدنا 31000 مستشار جماعي ورائس يبتريعون 400 مليار اللي يكون فيه في الهان صحيح في ضل ازمة كوفيد اللي كنا حاليا كيفاش هاد الجماعات غتدير اقلاع اقتصادي في ضل هاد النوقات اللي قلتي استلبية كيفاش تتشوف انتها هادو وعريف تمقليع اما الاقلاع عندو ناث ديال ايه لباش الاخوان باش الناس اللي داروا مجهود في جماعات ترابية اخرى ميحسوش بالغبن انا غير نوضحو انه تتدرع لمجلس جماعات ضربيضة انا كمواطن ربما نعطيك افكار اللي استقيتها من اعلام ومن خلال اخوان اللي عندنا في مجلس المتثرفين والهيئات الموذية اللي كنت عاملوا معاك من اغنى المدون في العالم اللي اخدي نبع الاعتبار الباتريمون اللي عندها ثكن وظيفة دي فيلا ديور كيثويوا المالايا المكريين بربعه ريال لكن ربما هي من افقر مدون العالم لحيط الحكامة اللي غدا خاب المشكل ماشي في المنتخب اكثر مان انا اعطي لك انتظر لك شوف 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 انا احنا باش دول يد انا اطابك ممكن انو اكتبه دي موقراطية بلا منتخابين بلا ثياثيين وهذا وذا اخوار حور الديمقراطية من كتعبط الواحد المجتمع تم تجهيله لمدة ثانوات لا يمكننا التعبه بشكل موجود دموقراطية لا يتم تتعبه تتبنى بشكل مواجه نحن نريد تأخذ المواطنة كانت مواطنة يجب أن تلاجع في المدنيات في المدرسات في المجتمع المدني دعونا الموضوع الفاعل السياسي حزبي أنا دوي السؤالي غنجلة أظهرت الأزمة أن العقل السياسي كان ترابي العقل السياسي الترابي ظل عاجزاً عن تدبير هذه الأزمة في حين أن العقل المركزي بدل المجهود وأنه كانت بزافة البصامات قوية هذا ما يرجعش في نظارك أن الأحزاب السياسية تتحمل جزء كبير في هذه المسؤولية كلامك معقول أسيوس هو الدراسة لو كنت تكتب حد تبارك الله في شعل محل أنا عارف كتقول حاجة إلا وضبطها هو قديد المستوى الدراسي أكيد عنده واحد نسبة أكيد نسبة دراسة مؤخرة أكيد نسبة كبيرة لم يكن لديهم أيضاً لديهم أيضاً ويحكموا أطور ودكاتيرا ويجروا دي بي جي ودي ميليا وثين وما ولكننا نرى الإشكال التي لاحظتم خلال الممارسة والحتيكاء والتتبوع نرى المشكلة لا يوجد هذه الأسباب هناك ندب الناس التي لديهم لسانس ولكن يستعملوا التقافة لهم لا يوجد في الدفع بالصالح العام ولكن في الدفع بالصالح المصالح الشخصية ولكن هذا هو الذكاء المنصف وغفاء أجل لك المتقفين أو الأمر المعادة ونقفتين الفياثين بعد المرأة هممالي كي يكونوا أكثر هذا يعرفوا كيفية ماذا لا ذكرها على كلنا هذا ليس شيء لأن الإشكال الذي لدينا وعندنا وضعنا أرجع لك الكلام التي قمت لك وإلى الفكرة قطعتيني ولكن هذه فرصة نجيب لكي نكملها في المحور لا أسوف الفياثين أخذنا لكي ندخل مدام خمسة دقيقة ندخل في أشخص الدار رعدنا وبالمناسبة مدام قلت الدار بيضاء وحد مع شحال 20 مليون الدار لكي تعطيت الشيء في إطار انتداب لكي تدير هذا البرنامج الترويات لكي تسمو الترويات لكي تسمو محاربة الكيلة بالدالة والحاشرات الدارة والفيران وذلك أنا أظن والله العظيم لكي تعطيت لمحاربة الترويات التي تعطى لمحاربة الحاشرات الثياثية والكيلة بالدالة والطوفيليات الثياثية أنا أظن هذا مليون عضي الكيلة برامسكين راكي تدير الطنق يمشي مع الدورة الحاشرات رايش مكيش حاشرات راميات عمو كدربنا شني ولا ما وكين هذوك را خطار خطار بعد الكوفيد راميش وما قبل الكوفيد دا بيا إما عندنا فرصة تاريخية هذو أبانة المعدن الحقيقي كما قلت بلاكين بعض الوزارات بينات الإبداع بينات الستارتوب ديال المغاربة اللي قدروا يدروا أجهزة ديال التنفوس في واحد وقت خيازي فرنسا كتعاني إحنا ولو ما أنا شتنا ديبا فرنسي وما كيت قل لك أوتان المغرب كيجرد شي وما تفاجأ فالكوطي التكنيك بين القوسين ندرنا واحد الباكبيرة وكينا على المشتوى القيام ومستوى ديال فعلي الثياسي كنا ما عندنا لديه الاليجاة تقول يا من غير ردكتع قيم وذلك الشي ناكن ندوى على الجماعة العربية ونموذج اجتنمو اللي بغينا ندوى عليه راه ممكنش نديرو نموذج اجتنموي ناجح بسياسيين فشلين رخص النخاب إعادة النظر في النخاب رب هذا النخاب لكي ينمو مع الأسف لكي ينمو على المستوى المركزي ولا على المستوى البردعمان ولا على المستوى هذا را را اللي لعله ما هو الدروس والعبار التي يجب على الجماعات ترابية استخلاصة من أزمة كوفيد أعطينا دروس شخصية الدار نحن مقبلين على انتخابات نحن مقبلين على الأزمة مزان غادية ما هو خصوه أولا تغليب المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة وذلك الكولاثة وذلك شيخص محسوم شوية رب بزاف أحزاب سياسية أحزاب سياسية تجعل واحد نقداتي ومراجعة ذاتي لأن الطريقة التي رأينا ورأي هذه الأحداث التي وقعت مؤخرا الذي الريف والمجموعة دي الموضون أبانت عن فشل أحزاب سياسية في التعطير نغمال أحزاب سياسية ديمقراطية 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 لا تأخذ فيها اللي يبغيت وتخلي يما تأخذ كله لأخلي يقول أنا ماشي ديمقراطي فالسياسي فانتيني ركي البوف دي مليار لهما لا نقابات لقاعدكم مؤسسة الحكام ولكن التأثير بسمكم بسمكم مشاهدين الكرام نشكر ضيفنا الكريم المهدي جماع الكاتب الجهوي للهيئة الوطنية لمتصرف الجماعات الترابية بجهة ضربة ونوجه التعازي الحار لأسر وعائلات ضحايا هذا الوباء رجينا من العلي القدير أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناتها حفظ الله بلدنا من هذا الوباء اشتركوا في القناة